دفن الجثث بالطمر الصحي وبيعها والاتصال مع جهات خارجية تهم ساقها محافظ نينوى المقال نوفل العاقوب للناشطة المدنية سرور الحسيني هذه الناشطة ذا عصيتها وفريقها التطوعي كأجدع مراعة عملت على مدى أشهر لرفع الجثث المتفسقة من المدينة القديمة وهذا ما أثار استياء بعض المسؤولين المحلين في الموصل وفق ما يرى مؤيدوها رافقنا الحسيني من بيتها إلى محكمة الموصل حملت سرور ما يثبت براءتها من التهم الموجهة إليها وهي موافقات أولية من مسؤولين محليين تجيز لها وفريقها المساعدة في اتشار الجثث فعلا قررت محكمة الموصل تبرئتها من كل التهم وإغلاق القضية قرار القاضي نهائي بالقضية أنه تنسد القضية نهائيا وإفراج إلي إن شاء الله تطوعت لرفع الجثث والدرء أخطار الأوبئة عن سكان المدينة وبدل من أن يفتخر بشجاعتها المسؤولون في الموصل اتهم محافظها المقال العاقوب بعرقلتها ومحاولة ضياع مستقبلها وجرها للمحاكم إلا أن العدالة أنصفتها من الموصل أحمد الحمدان العربية